موسيقى موسيقى برفقتكم في كل حال مع الدكتور معتوق وفي معلومات اليوم سنتحدث عن عن نقطة التعلق بالشغل كثير من الأجراء غير مصرح بهم في صندوق الوطني دمان الاجتماعي مبغاش المشغل يصرح بالأجير لدى صندوق الوطني دمان الاجتماعي هذا مشكل عويس في المغرب المشكلة اللي عدد كبير جدا دي العجراء الممصرحش بهم مشغيل في الصندق الوطني الضمان الجماعي. واحد. المشغيل لا يديرش الواجب دياله اللي يحتم عليه القانون والآجير ما عارفش الحق دياله بإنهم بمكانه يدير شكاية بالمشغيل في صندق الوطني الضمان الجماعي. أو حتى يلا كان عارف الحق دياله كي بقى مهداد. إلا مش هدر شكاية يمكن يفصله عني العمل. وصندوق الوطني الضمان الجماعي ما عندهش الموارد البشرية الكافية باش يمكن له يدي المراقبة دي الجميع الشركات اللي فيها اجراء غير مصرح بهم. واش كلي كي يعني في هذا شي كله? كي يعني المواطن الاجير بالاسرة دياله وبتالي القدرة الشرائية وبتالي الاقتصاد ديال بلادنا. انا تخيلي معايا واحد المليون غير مصرح بهم. تعال في هذا المليون هادا كيكون مصرح بهم شنو غايد خل الفلوس للصندوق. وهذا الفلوس اللي كتدخل للصندوق منها كتخرج عاو تاني الاجير واللي كتعطاله تعويضات عائلية واللي كتدل له التغطية الصحية واللي كيتصرف له تقاعد. وهذا شي كيخلق واحد الدائرة ديال خلق الثروة. انا هادا كيشد الف درهم زيادة في العجر ديالو. كيمشي يشري شي حاجة. كيمشي ينخارط في واحد العقار. ينخارط في واحد سيارة. كي يشري لوليداتهم ما يأكلوا. كي يشري لهم ما يشربوا. كيدخلوا لهم دراسة. المدرسة كي تأخذ الفلوس كي تشيد بهم استثمار. المواد الغدائية اللي كي يشري دك للمواطن عاود مو المواد الغدائي دك تاجد. انا واحد دور اقتصادي. انا. اذا كان واحد الحركية. وهذه الحركية كتخرق الثروة في المغرب. وهي ثروة اقتصادية اللي كي يستفيد منها للمجتمع كله. وطبعا ما ننسوش العدالة الاجتماعية والاثر ديالها النفسي على المواطن وعلى الاسرة. اذا طبعا ما هي اللي قلت كله ايجابي. وكين السلبي ديالها تشي هذا. والنفسية تكون مضطريبة. حزين جدا. تلقى الاجير حزين. ما عندوش الفلوس كيفية باش يواجه المصاريف ديالو. وهاتش كين عاكس على كيف قلت الدائرة ديال الدائرة الاقتصادية كلها. اذا عشنو خصو يدير الاجير دباليوم. اللي يزي خصو يدير هو انه ما صرحش به الموشغيل. هيا خصونا ننسا. بعدنا نفرقوه بين جود الحوايج. الموشغيل خصو يصرح للصندوق. وخصو ايضا يأدي الواجب. اذن كي اللي كيسحابو الاجير كيسحابو الموشغيل ومصرح به اذن كافا. لا. اذا صرح به. وما اداش عليه. ادو جوج عمليات كيدارو كل وحدة فوقتها. مشي لازم نديرون في دقة واحدة. التصريح يعني اني اديت. كان نصرح. ونأدي. هي لما اداش ما غيستفش من الخدمات. اذن هوتي يمشي تقولون كيفاش انا لمسرح بي الموشغيل ديالي في الصندوق الوطني الدمج الشيماعي. انيش ما تعطونيش تعويذات العائلة. تقولون لا الموشغيل ديالك ما مخلش عليك. اه. مرتي غا تولد بقيسارية. طبيب طلب لي اربع الاف دلم ولا خمس الاف دلم. كان مشي عن الصندوق الوطني الدمج اللي. اخليكم اعطوني شهادة تحملو لاردولي المصارف ديالي. لا. المشغيل ديالك را مصرح بيك. ولكن را ما خلش عليك. خرج نتطرت من العمل. مشي تستفد من تعويض عن فقدان الشغل. قللي را را مصرح بيك. ولكن مشي كفاية. را ما كانش مصرح بيك هذه المدة كلها. وما مخلش عليك. اذن ما كانش. الخدمات ديال صندوق الوطني الدمج. اذن شن خصوة يدير اجيل. اجيل خصوة يدير شكاية صندوق الوطني الدمج. الوكالة اللي قريبا له. العمل ديالو. هاتش. كي يمكن اللي يديرهاب لما يتبيل اسم ديالو. يعطي المعلومات عن المشغيل. يعطي العنوان. يعطي الاسم ديال موتي القانوني. هاد العناصر هادي. وكافية. باش يقول باني انا اجيل عند تشاركة. ما كيديش الواجب ديالو عليا. المراقبين. كي خرجوا يديروا المراقبة ديالهم. ولكن لضعف. لعدد ديال المراقبين. طبعا ما غنطيناش نغطي الشكاية كلهم. هادا بالاضافة لان الشكاية ما كيناش كثيرة. غيلا كانت شكاية كثيرة. خص موارد للصندوق. لانفرد ما دارش. المراقبة ديالو الصندوق الوطني الدمجي. وخدرت شكاية. وهدا هو الاحساس اللي تيكون عند الاجير. تيقولك انا شكيت. وما كينت تشي حاجة. ولا تيقولك شكيت. وجاو الصندوق وما داروا تشي حاجة. وكم دوا في الاحساس اللي معنا ما ندروا بها. معنا بها غراض. خص نحن الفعالية. اذن شو زيم كلو يدير في هاد الحالة مني كي يشكي. ويدير تذكير. وما كيدووش خدمته. من حق. الاجير انه يصيف انذار تلك ساعة غادي يمشي عند المحامي. المحامي غادي يصيف انذار للصندوق الوطني الدمجي. ويعطيه واحد الاجل باش يدخل. ويسوي الوضعية ديال الاجير. لان الصندوق الوطني الدمجي هو الوحيد اللي عندو هاد الصلاحية ديال الراقابة. وما عندوش غي صلاحية ديال الراقابة بل عندو صلاحية ايضا انه يدير يديه. في حساب البنكي ديال المشغيل. وياخد ديال الفلوس اللي هو واجب على المشغيل يديه. اذا الى ما دارش نكي يسيف له الانضار. سيقول لك انا اعتك اجد خمستاش ليوم باش تسوي الوضعية ديال الاجير. ولا غادي ندعيك يا صندوق الضمان الوطني للضمان الجماعي. في اطار المسؤولية التقصيرية. ما معنى مسؤولية التقصيرية. اي ان الصندوق مقصر. لم يقم بما كان يجب على ان يقوم به لتسوية وضعية الاجير. وهذا كيسبب ضرر الاجير. والمسؤولة لها الدرر. هو طبعا المسؤول المباشر هو المشغل اللي ما اداش. ولكن المراقبة عدم مراقبة خلت الاجير يعاني. حيث الاجير ما عنده سلطة على المشغل. ولكن الى مشا حتى حرك الصندوق. الصندوق عنده سلطة على المشغل. وبتالي ممكن يجيب له حقه. ادني لا ادعى في اطار المسؤولية التقصيرية في المحكامة. غادي اخدك تعويضة دياله وكل اللي كان خصايا اخدها من 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 المشغل يديها للصندوق. غادي اخدها مباشرة عن الصندوق. والصندوق تيبك له الحقي ديال سمسطرة الرجوع ضد موسيقى 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 موسيقى